اهلا وسهلا بكم جميعا زملائنا الاكارم وفي الحقيقة الموقف اليوم مؤسف جدا ومحزن بشكل يعني لا نستطيعا لا ندري كيف نبدأ لانه في اللحظة التي نتحدث فيها الآن زميلنا عبدالخالق عمران لا يستطيع الحركة الآن تعرض التعذيب بالق الوحشية منذ سنة ونصف والتعذيب مستمر يعني حفلات تعذيب شبه يومية تقام على الزملاء المختطفين اكثر من يتعرض للتعذيب اكثر من يتعرض لحفلات التعذيب بكل اصناف التعذيب هو الزميل عبدالخالق عمران قبل يومين يوجد لدينا الشيخ عبدالكريم عمران شقيق الزميل عبدالخالق ابلقوا انه لا يستطيع الحركة نتيجة التعذيب الوحشي البالغ الوحشية عندما بدأ اصطرنا البيانات من منظمة صداو ايضا من نقابة الصحفيين اصطروا بيان الاتحاد الدولي للصحفيين اصطروا بيان اسرة الزميل عبدالخالق اصطروا بيان بعد اصطر البيانات منعت زيارة عبدالخالق بعد اصطر البيانات منعت زيارة عبدالخالق ايضا اقاموا له بالليلة امس حفلة تعذيب وحشية إلى هذه اللحظة ربما لا ندري كيف وضعه وهو وضع قاسي الفترة الذي مضى في السنة والنصف وجهت كثير من الرسائل للمبعوثة الأممي ولد الشيخ وجهت كثير من الرسائل من كثير من الفعاليات من كثير من المنظمات من الاتحاد الدولي للصحفيين من الاتحاد الصحفيين العرب من نقابة الصحفيين من كثير من المؤسسات والمنظمات الحقوقية والصحفية أيضا لكن للأسف الشديد كلما كان يتم توجيه الرسائل أو الضغط والتضامن يخف نوعا ما التعذيب ثم إذا صمت الإعلامين والصحفيين عادوا مرة أخرى إلى التعذيب مرة ثانية فعالية اليوم هي ستكون بداية لوقفة حقيقية يعني وقفة للصحفيين جميعا أن يستشعروا الحجم التقصير الذي نال من ورائه أو بسببه التعذيب الوحشي لزملائنا ولا نريد أن نصل إلى لحظة أن نقف فيها ننعي زميلا من زملائنا تحت التعذيب بكل وضوح هناك تعذيب ممنهج هناك حفلة تعذيب تعذيب من أجل التعذيب يعني من الآن أكثر من 64 أو 65 مختطف قتل تحت التعذيب في جميع السجون المتعددة للحوثيين نحن نقشى بكل صراحة نقشى على حياة عبدالخالق من كثرة التعذيب نحن أصبحنا الآن نقشى على حياة عبدالخالق أن نفقده لا سمح الله فوقفة اليوم بداية لنتحسط ضمائرنا بداية لنبدأ حملة فعلية حملة صادقة حملة قوية ونحن نستطيع أن نؤثر نستطيع أن نفعل شيء نستطيع أن نضغط حتى يتم الإفراج عن زملائنا يعني لن نقبل بأقل من الإفراج عنهم وأيضا تقديم من عذبهم ومن خطفهم إلى العدالة والمساءلة وهذا من حق أي صحفي فعالية اليوم ستكون على هذا النحو سنستمع إلى بيان من أسرة الزميل عبدالخالق ثم بيان من للوقفة ثم سنضع بعض الأفكار والمقترحات التي بدأ يجمعها بعض الزملاء ستكون بداية التدشين وإحنا ممكن نعلن أن اليوم ستكون بداية مرحلة للخمسة عشر يوم هذا الخمسة عشر يوم ستكون حملة خاصة بداية خاصة بوضع الزميل عبدالخالق عمران خمسة عشر يوما نصف شهر ستركز حول الزميل عبدالخالق عمران من التواصلات والاتصالات والمتابعات والتقارير وإنثارة قضية الزميل عبدالخالق عمران لمدة خمسة عشر يوما بعد الخمسة عشر يوم في معنى المرحلة الثانية من الحملة ستشمل كل الزملاء وأيضا ستستمر حتى يثم الإفراج عنهم ومن هذه اللحظة نود أن نؤكد وأن نعزم على أنها ستكون الوقفات الأخيرة حتى يتم الإفراج عن زملاننا بإذن الله تعالى الآن ننتقل إلى الشيخ عبد الكريم في البداية وكما تعلمون فإن شقيقي عبد الخالق عمران لم يقترف أي إثم أو ذنب سواء أنه كان صحفيا يكتب وينقر للمجتمع ما يراه ويسمعه وهذه ليست جريمة في أي قانون محلي ودولي وإنساني فمنذ متى كان حمل القلم جريمة والصحافة خيانة منذ متى كان الصحفي مجرما يسجن ويتفنن في تعذيبه القتل والمجرمون عبد الخالق اعتقل لأنه صحفيا وعذب حتى يكاد أن يفقد حياته أو صحته لأنه كان ينقل الحقيقة لا سوى هذا يعرف جلاده أن تهمته الوحيدة أنه كان يكتب بصدق وينقل ما يحدث على الواقع على أرض الواقع دون أن يأبه لأحد يتعرض أخي عبد الخالق أن نوع التعذيب استفننا جلاده بتعذيبه وابتكروا وسائلا لم نكن نشاهدها إلا في أفلام الرعب كما يصلنا من داخل السجل عما يتعرض له ورفاقه منذ أن اختطفها في يونيو 2015 من أمانة العاصمة ينكل جلاده بقسده ويتشفون كلما وقعت ضربات سيادهم على ظهره وقسده النحيل حجم الصلب في صموده وصبره لكن ولكل سجن سجانوه تعاقبوا على التفنن في الانتهاك والتعذيب بكل أنواعه لا يرضاه شرعا ولا عرفا ولا قانونا ولا يقوم به بشرا إنهم وحوش في صورة آدميين مارسوا كل ما سولت لهم أنفسهم من تلكيل فمارسوا الضرب والتعليق وإهامه بالإعدام ومنع الزيارات والصاق والصاق الكهربائي وعدم التوفير المياه الشرب والأكل وحتى الذهاب إلى الحمام يمنعون منه إلا في أوقات يحدده السياد كما تعرض الانتهاك جسدي ونفسي وإخفاء كبقية زمانه قسرية لأشهر عدة وإصاقتهم بهم وهو منها براء يعلم بذلك سجانه قبل غيرهم تنقل عبدالخالق مع بقية زملائه على عدة سجود ومعتقلات من أقسام شرطة إلى سجن مكافحة الإرهاب سجن الأمن القومي إلى سجن الثورة احتياط الثورة إلى سجن احتياط هبره ثم أخيرا في سجن الأمن السياسي وفي كل سجن يبدأ كل سجان من الصفر في التحقيق ويصل إلى القمة في التعذيب والامتهان واللا إنسانية كما يتحدث المسجونون أنفسهم لقد دفعهم ألم التعذيب ووحشة السجن إلى اختيار الموجوع على الاستمرار في الحياة الذل وظروف السجن منظم عبدالخالق وزملائه إضرابا ودام أكثر من شهرين وتضامن معه بقية من زملاء في احتياط هبره ونفذت حملات ووقفات ثم أخفاه السجان بعد ذلك ونقله إلى السجن الأمن الساسي في كل سجن تحدث قصص من التعذيب تشيب لهولها الولدان وتشعر لها حيطان السجن ذاتها لو سمح لها بذلك هناك إرهاب وعنف ومنهج مارسه السجانون بحق عبدالخالق بقية زملائه هدفها أن تمزق حياة عبدالخالق وزملائه هناك في السجن فقدت الشهامة ونزعة النخوة والرحمة واكتثت أخلاق السجانين وتهلاشت كل الأعراف ولفظت الإنسانية آخر أنفسها منذ أن اختطفت البليسيات عبدالخالق وزملائه إن عبدالخالق تربع مرور الأيام نحو الحافة وانزلق نحو الهاوية هاوية الموت البطيئة والشلل في أحسن الأحواء لهذا نطلب من كافة زملائه الصحفيين في الداخل والخارج وكل من له ضمير وإنسانية تضامن معه المطالبة باطلق صراحه أيها الأخوة الصحفيون نطالب منكم نحن أسرة عبدالخالق عبر أن تتضامنوا معه لتنقذوا حياته تضامنوا معه لتنقذوا حياته فقد كان يوما ما يتضامن معكم ولو أن أحدكم كان مكانه أكان له صور وجوله ننشهد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية والمقرؤة التضامن بصورة مستمرة حتى نتمكن من إطلاق صراحة عبدالخالق بسبب حالتي الصحية الحالية والمطالبة بالقصاص من المختطهيه والسجانيه بكل قرائمهم القبيحة التي مارسوها بحق المعتقلين كافة وعلى رأسهم عبدالخالق في الأخير وقه رسالة شكر لكل من تضامن معنا منذ بداية محننتنا في اختضاف عبدالخالق ورفاقه من أفراد ومؤسسات محلية وعربية ودولية ومنظمات كمان أناشدكم أن لا تكون حملتنا مؤقتة مرتبطة مشاعرنا فقط وإنما يجب أن تكون حملة لها هدف وهدفها لأسماء إنقاذ عبدالخالق وزملائه من الموت وإطلق صراحه وسراح كل المعتقلين أهداف الحملة هي الضغط من أجل سرعة علاج عبدالخالق عمران ونقله إلى المستشفى الضغط من أجل تشكيل لجنة دولية حقوقية لزيارة السجون والمعتقلات إبراز الوضع الإنساني الكارثي والدفع بقضية المختطفين الإنسانية إلى الواجهة لتكون الأولوية رقم واحد لدى جميع الأطراف الضغط باتجاه الإفراج عن الصحفيين وكافة المختطفين لفت أنظار المؤسسات الدولية إلى الحقيقة المخيفة لوضع المختطفين في اليمن ودفعهم لتحويلها إلى قضية رأي عام النقاط الخطة التضامنية مع الزميل المختطف عبدالخالق عمران وبقية الصحفيين والمختطفين التنسيق مع القنوات الفضائية لاختيار عشر ثواني في وقت موحد لتوقيف البث في الشاشات تضامناً مع الزميل عبدالخالق التنسيق مع القنوات لبث فلاش تلفزيوني موحد يطالب بسرعة الإفراج عن الصحفيين ويعرض القرار الأممي والبيانات الصادرة من المنظمات الدولية المتضامنة معهم يتم بثه في كل القنوات التلفزيونية قبل النشرات الإخبارية الرئيسية بشكل يومي لفترة أسبوعين في المرحلة الأولى إقامة مسيرات ووقفات تضامنية شبهة يومية لفترة أسبوعين في أغلب العواصم العربية والعالمية وأمام منظمات دولية وحقوقية وسفارات تكليف فريق لزيارات يومية بلافتات وملفات ورسائل مترقمة عن حالة الصحفيين المختطفين إلى مكاتب ومقارات الصحف الأبرز في العالم والمحطات التلفزيونية تكليف مختصين للاتصال هاتفياً بشكل يومي بوزراء الإعلام والخارجية وسفير اليمن في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة وسفراء اليمن في مختلف عواصم الدول في العالم تكليف مختصين للمراسلة بشكل يومي لبعث رسائل نصية قصيرة هنا مقترح بنص الرسالة مرحباً الصحفي عمران هذا الصباح يتعذب وقد يتضاعف ألمه حد الشلل نثق أن إنسانيتك ستتدخل لإنقاذه من سجون الحوتيين في اليمن نأسف لإزعاجك وشكراً لتفاعلك ترسل هذه الرسالة يومياً إلى مبعوث الأمم المتحدة وأكبر عدد من الصحفيين المؤثرين والسياسيين وسفراء الدول المؤثرين في العالم لمدة إسبوعين التنسيق مع جميع المتحدثين للقنوات الفضائية لبدع حديثهم بالتنويه في نصف دقيقة بوضع الزميل عبدالخالق قبل البدء بالمداخلة دعوة القنوات لتفعيل قضية الصحفيين في برامجهم التفاعلية والمباشرة عبر استضافة المؤثرين والفاعلين وصناع القرار التواصل مع الكتاب الكبار وكتاب الأعمدة في الصحفة العربية والعالمية لإثارة الموضوع من أي زاوية وإقناعهم هذه بعض النقاط قابلة للتعديل وقابلة للإضافة وهي ربما نقاط بسيطة وقد نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك الزميل عبدالخالق اتعرض للتعذيب وعندما نشرت أسرته كما سبق وأن وضحت الزميل حسين والشيخ عبدالكريم عندما نشرت البيان المتعلق بحالته الصحية بعدها بيومين أو بثلاثة أيام عندما بدأت التفاعلات وردود الفعل قام الحوثيون أو الانقلابيون في صنعاء بتعذيبه في سجن الأمن السياسي حتى أقعد عن الحركة حتى شلت حركته المعلومات المؤكدة من هناك تقول أنه تم التعذيب عبدالخالق طيلة ليلة 30 الشهر الماضي أي ليلة الأربعاء بعد أن زارته أسرته من زيارته لأنه مسموح لأسرته أن تزوره يوم الأربعاء فقط من كل أسبوع تم تعذيبه وتم أمس من أمس منذ أمس ممنوع الزيارة عن جميع المختطفين في الأمن السياسي هذا يفاقم حالة القلق لدينا لماذا تمنع الزيارة عن كل المختطفين قد يكون هناك معلومات لا سمح الله غير سارة لذلك لا بد أن يكون لنا ردة فعل ولا بد أن يكون لنا عمل أكوى وأكثر وأكبر من الأعمال السابقة والزميل حسين بيان الوقفة التضامنية والمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بشأن حالة الزميل عبدالخالق عمران في سجون الميليشية نتابع نحن الصحفيون بألم بارق ما يتعرض له الزميل عبدالخالق عمران وجميع الزملاء في سجون ميليشية الحوذي صالح من التعذيب والتنكيل الوحشي والموقل في الوحشية ونتابع بنفس الألم ما يوازي هذه الحالة من التعذيب من تجاهل وضعف في التفاعل والتضامن مما ولد شعور سلبي لدى أسر الزملاء بأنهم خذلوا في هذه القضية الإنسانية وتركوا وحدهم يصارعون كل مرارات الذل والامتهان لهم ولأبنائهم خلف قضبان عصابة وحشية إننا نعبر عن صدمتنا الكبيرة بل صدماتنا متتهالية نتيجة طعف الاستجابة من المنظمات الدولية والإنسانية وكل مؤسسات الأمم المتحدة وعلى رأسها المعبثة الخاص الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ وثجاهلهم المؤسف لملف الزملاء المختطفين وما يتعرضون لهم من بشعة وتعذيب وتنكيل مستمر لقد ناشدنا السيد إسماعيل ولد الشيخ في رمضان الماضي أكثر من خمسة أشهر قبل أكثر من خمسة أشهر بأن يقوم بزيارة للزملاء على الأقل أو يقوم بتشكيل لجنة من المنظمات التابعة له سواء في الصيب الأحمر أو من يعملون في مجال حقوق الإنسان وذلك عبر عريضة وقعها الزملاء هنا في مارب تحت مسمى النداء الأخير ونجدد المطالبة بضرورة تشكيل لجنة لزيارة الزملاء المختطفين في سجون الحوثي والاطلع على وضاعهم الصحية ونهيب بكل الزملاء في المقام الأول بالسنفار طاقمهم وطاقتهم وبذر قصارى جهودهم في هذه اللحظة ولفترة 15 يوما للتواصل الفعال والإيجابي مع كل رفاق الحرف وشركاء المهنة في العالم ومن له تأثير مخاطبة إنسانيتهم حتى يتم تحويل قضية زملاءنا وأولهم الزميل عبدالخالق أمران إلى قضية رأي عام عالمي ندعو القائمين على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة إلى رفع مستوى التفاعل بشكل يومي وتوسيع مساحة الاهتمام بإنتاج وبث فلاشات ونداءات وتغطيات عن قضية الزملاء ووضعهم نطالب الحكومة الشرعية وقيادة الدولة برأس الفقامة المشير عبدالرب منصور هادي بالتحرك العاجل وبذل قصارى جهودهم لإنقاذ الزميل عبدالخالق بشكل طارئ وعاجل والسعي للإفراج عن كافة الزملاء وعن المختطفين بشكل عام نهيب بكافة أحرار العالم سرعة الضغط للإفراج عن الزملاء المختطفين كما نعلن أن هذه الفعالية هي بداية المرحلة الأولى والتي هي لسلسلة فعاليات لـ 15 يوما سيعقوبها المرحلة الثانية حتى يثم الإفراج عن الزملاء بتظافر الجهود وتفاعل كل الزملاء سأطلع عن الوقفة الاحتجاجية أو الوقفة التضامنية مع الزميل عبدالخالق عمران والزملاء في مآل ترجمة نانسي قنقر